شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في افتتاح عمال منتدى الصداقة الذي عقد اليوم في العاصمة أثناء بجمهورية اليونان برعاية دولة سيد كريس ياكوس ميتوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان وبحضور معالي السيد نيكوس دينايس وزير خارجية اليونان وقد شارك في افتتاح المتدى كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ومعالي السيد ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي السيد جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية عن بعد ومعالي السيد نيكوس خريستو دوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص ووفود رسمية من الدول المشاركة وقد ألقى دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كلمة افتتاحية في منتدى الصداقة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المشاركين في المنتدى شاكرا تلبيتهم الدعوة ومؤكدا على همية تعزيز علاقات التعاون بين هذه الدول الصديقة بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع ويلب التطلعات والأهداف المشتركة ونوها دولة رئيس الوزراء اليوناني بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الدول المشاركة في المنتدى مشيرا إلى أن هذه الدول تؤمن بالسلام والتفاهم ومبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية وقال إن تعاون المشترك سوف يؤدي إلى وضع أسس قوية وأهداف إيجابية طموحة لتعزيز التقارب بين الشعوب مؤكدا أنه ينبغي استخدام الدبلوماسية لتفعيل الكثير من الأهداف المشتركة خلال المنتدى بحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في الدول المشاركة علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعزز المصالح والتطلعات المشتركة وبما يعود بالخير والمنفعة على الدول وشعوبها كما تمت مناقشة آخر المستجدات والقضايا على الساحة الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة واستعراض سبل تعزيز التعاون لمواجهة تداعيات مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر